بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل كلامنا في شابتر 5 اللي هو البومبس وما زلنا مع السنتريفجال بومبس هنتكلم النهاردة في الجزء الثالث والجزء الرابع من هذا الشابتر في الجزء الثالث هنتعرف على What is the centrifugal pump? ايه هي السنتريفجال بومب? ويه السنتريفجال بومب كومبوننس او مكونات السنتريفجال بومبس نبدأ بالجزء الاول وهو What is the centrifugal pump? ايه هي السنتريفجال بومب? السنتريفجال بومبس are used to transport fluid والفليود احنا عارفين ان هي liquid وجازس ولكن البومبس او السنتريفجال بومبس بشكل عام بتستخدم مع الليكويد فقط used to transport fluid electric motor بمطور كهربي السنتريفجال بومب تعد the most common type of bombing machinery هي تعتبر من اشهر التطبيقات للبومب او اشهر البومبس التي تستخدم في حياتنا العملية وبتدخل تقريبا في كل الطبيقات الهندسية اللي ممكن تقابلك وزي ما قلنا هي بتستخدم في ضخ او تحريك الليكويدز خلال البايبينج سيستيم ولذلك لما نيجي نشوف الكمبوننس الرئيسية بتاعتها نجدها بتتكون بشكل اساسي من two components stationary components اجزاء غير متحركة وتشمل casing والcasing cover والbearing والrotating components الاجزاء المتحركة ودي بيبقى فيها الامبلر اللي هو العضو او الجزء الضوار المسؤول عن نقل الطاقة من الشافت الى الليكويد والشافت اللي هو بينقل الطاقة الميكانيكية من الجنريات من الالكتريك موتور او من الانجين الى الامبلر ولذلك احنا ممكن نصنف البامب ل3 categories رئيسية radial flow وميكسد flow واكسيا الفلو وده طبعا لشكل الريشة او شكل الامبلر وحركة الماء علي centrifugal bump component عايزين نتناول في هذا الجزء المكونات الرئيسية مفصلة بعض الشيء للبامب نبدأ باول جزء اللي هو الستافنج بوكس وده اللي هو موجود هنا الستافنج بوكس ده بيبقى زي صندوق مسؤول عن عمل عزل او يحتوي على العزل اللي هو الباكينج اللي بيمنع ان المية تخرج من هذا المكان لان احنا عارفين ان الكيسنج دي مش هتبقى جزء متحرك هتبقى جزء ثابت والشافت جزء متحرك فالشافت ده اثناء الدوران هيبقى فيه منطقة احتكاك ولذلك يوجد في هذا المكان حاجة اسمها شافت سليف او الشافت بيرينج ممكن دي علشان الحركة ولكن وجود الستافنج بوكس والباكينج عشان يمنع اي تسريب للمية في هذا الجزء ثم بعد كده نجد الفانز اللي هي الشافت بينقلها الحركة او بتسمى الامبلر اللي هو الجزء الدوار ده ده بيسمى امبلر ولكن يحتوي على مجموعة من الفانز الريش اللي هي مسؤولة عن نقل المية ثم بعد كده الكيسنج ودي السندوق يعتبر اللي جواه اللي هو زي الصورة هنا كده ده السندوق اللي هو جواه الجزء الدوار وده بيحكم المائع وحركته وبالتالي بيتحكم في ضغط المائع اثناء الحركة الامبلر اي او الاي اف امبلر اللي هو مدخل المية ده هيبقى مكان السكشن مكان دخول المية في هذا الاتجاه ويسمى الامبلر اي ثم الكيسنج وي الرينج ودي الرينجس اللي بتبقى موجودة في المنطقة دي زي ما قلنا الكيسنج ده جزء ثابت اما الامبلر جزء متحرك فيبقى في منطقة هنا يوجد بها احتكاك لازم يضع فيها شيء او مادة تقلل من هذا الاحتكاك وتمنع تسريب المية وتسمح بدخوله فقط من خلال الامبلر اللي هو الامبلر جي ده او 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 اتش زي ما قلنا الكيه الديستشارج نوزل وهو المخرج بعد كده بتاع المية حسب الضغط بتاعها و اللي هي بتوديها بعد كده على السيستم اشتركوا في القناة